أمنياً أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال أحد أخطر المطلوبين للقضاء مدانب بأعمال هددت الأمن والسلم المجتمعي في كركوك قال الجهاز في بيان إن عملية القبض كانت بإشتراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة جرت وفق نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المدعو أحمد حسن جواد المكنة أبو رومية والذي يعد أحد أخطر المطلوبين للقضاء وصادرة بحقه مذكرة قبض وتحري وفق أحكام المادة أربعة أو الرابعة أرهاب وذلك لقيامه بأعمال إجرامية هددت الأمن والسلم المجتمعي في محافظة ديالة أضف أن العملية تمت بعد أيام من المتابعة الميدانية واستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية أمن ديالة حول وجود المطلوب أحمد رومية في محافظة كاركوك وقد جرى تدوين أقواله أصولي وعي حالته إلى جهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون